دجت جديد في ايران على خلفية تسجيب صوتي نشره راديو ورد الايران المعارض يظهر التصدع والصراع داخل الحرس الثوري وارتباط سليماني وخامنئي بملفات فساد حكومي سفا ببراق قاسم سليماني بوده وهم جد يد يجایی که آقای جعفری اشاره میکنه که آقای سليماني از برخورد بآقای ميرس خمسون دقيقة هي مدة هذا التسجيل المسر بالقائد السابق للحرس الثوري الايراني محمد علي جعفری ومساعد المدير الاقتصادي له صادق ذو القدرينية تمحور نقاشهما حول ملفات فساد عديدة للحرس الثوري تنوعت ما بين التنافس على مشاريع بمليارات الدولارات والاختلاس والتستر وامتدت الى التسلسل الهرمي داخل النظام الايراني الحاكم اضافة الى كسم غير قانوني للحرس بعلم خامنعي ساعدت بتمويل وتوسيع عمليات العسكرية السرية في المنطقة لا سيما العراق التسجيل الصوتي تطرق كذلك الى تورط مؤسسات وشركات غامضة ممولة حكوميا وتابعة للحرس الثوري بعمليات فساد حكومي كاستخدامها النظام مثل شركة اياس القابضة لتحول الاموال للميليشيات الداعمة له فيما كان سليماني مستاء من اي اجراء قانوني قد يطال تلك الشركات اما رئيس البرلمان الايراني الحالي محمد باقر قالباف فقد طلب اثناء شغله منصب رئيس بلدية طهران بتوقيع عقد مزيف مع الحرس الثوري في محاولة للتستر على اختلاس نحو مليار دولار وفق التسريب الصوت فيما طالب نائبه بحذف ملفات تتعلق بالتدقيق بمصير انفاق الاموال استنادا الى اوامر خامني والمثيل للدهشة ان وكارة انباء فارس التابعة للحرس الثوري اكدت مصداقية هذا التسريب مدعية انه ظهر لاول مرة قبل عامين وفي العام الماضي فجر تسجيل صوتي مسرب ايضا لوزير الخارجي السابق محمد ضريف ضجة كبيرة بعد ان اشتكى من المدى الذي وصل اليه تأثير سليماني في السياسة الايرانية الخارجية فيما لا يستبعد البعض ان يكون مصدر هذه التسريبات شخصيات من داخل المؤسسة الحاكمة ربما ادركت اخيرا ان البنية الاساسية للنظام باتت ايلة للسقوط